ينضم إلينا علي بيدر الصحفي والناشط من أربير أهلا بك سيد علي سيد علي برأيك ما موقف أربير من ما يحدث في بغداد في المنطقة الخضراء في البرلمان كيف ينعكس ذلك بخطورته وتبعاته على العملية السياسية نعم تحية لكم وليا السادة المشاهدين الكرام حتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي لا من قبل قيادة الأقليم ولا من قبل الأحزاب لكن بطبيعة الحال وكما تعودنا في التجارب السابقة أن موقف الكرد بشكل عام يدفع باتجاه الشرعية والاحتكام إلى الدستور والقوانين وباتجاه التهدئة إذن هم يدعمون خيار بناء الدولة وأكمال إجراء الاستحقاقات الجستورية والانتخابية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب اختيار رئيس وزراء جديد في مقابل ذلك أنه بالرغم من أن هناك أطراف كانت حليفة للتيار الصدري صاحب هذه التظاهرة لكنها إلى حد كبير باتجاه إكمال الاستحقاقات الشرعية والمضي قدما بتحقيق تطلعات الشارع العراقي عبر اختيار حكومة تدفع باتجاه الأصلاح وتحقيق العدالة ويعني معالجة الكثير من الأخفاقات التي حصلت في السنوات السابقة وبناء مؤسسات الدولة احتكاما إلى الدستور